مساءكم سعيد نهى حياكم الله جميعا نرحب بالأخوة المشاهدين اليوم ننقل لكم صورة أخرى مماثلة ومشاعر أحاسيس أهالي محافظة تنومة بمناسبة العيد السعيد وتحديدا أنا أقف في واجهة تنومة السياحية كما تعلمون العيد هو معايدة ما بين الأهل والأصدقاء وتبادل الزيارات فالعيد هو فرحة لا خاصة للمواطنين عموما وبداخل أيضا التعبير عن الأحاسيس والمشاعر فياضة طبعا ينضم إلي أحد الضيوف وهو الشاعر سلمان الشهري ليشارك بهذه المشاركة الجميلة بمناسبة العيد السعيد أهلا نستاذ سلمان حياك الله ويا مرحبا الله يبقيكم يطول أعماركم وكل عام والوطن والقيادة الرشيدة وجنودنا المرابطين على الحدود بخير عيد سعيد على الأمتين العربية الإسلامية وحياكم الله في تنومة يبدو لي يا أخ سلمان عندك مشاركة شعرية المشاركة الشعرية وطنية والوطن نحمله في قلوبنا كثير من المشاعر وهو عيدنا في كل يوم فقل تحت راية لا إله إلا الله محمد رسوله رفر في يا راية الأمجاد وعلي يا بلادي دام دين الله وحكمه نهي الشعب ونهي جدوله ما تهون راية الخضرى ما نضيقه بكل وادي لو تحذر بسي ولا سيلنا حنالي أحذر يغطي كل وادي نأتمر بمر الملك فيما يبيه وما يقوله هالمليك اللي له العليا وله راية السدادي هالمليك اللي فيال أمجاد له صوله وجوله رافع الروس العرب بل عز والعلم الوكادي من طرف بشته يصون ويستر العذر الخجوله من غماد السيف يبرك كل خوانة ومعادي ومبغيت اللي خذ المجد التليد على أصوله شفوا لي العهد صقرم معتلي وقت الهدادي الشجاع الصامل اللي لا بغى شي ينوله ما ترده هرجت الحاسد ولا يحداها حادي لا حياة المنت نادي كلمة ما هي بحوله والله إنه فزعت الله والحياها المي نادي قائد الجيش السعودي في صف الوقت وميوله قائد جيشه يوم دان الناس يعطيك العافية أخي سلمان الله يعطيك العافية شكرا الله يعطيك العافية أخي سلمان طبعا أخي المشاهدين كما تعلمون العيد فرحة وإثر إيجابي ديني اجتماعي والجميع استمتع بفرحة العيد هذا ما كان لدينها في هذا النقل الصوت صورة لك نعم